كيف يفعل مباشر في تطبيق جاكو بالصوت؟ هذا ما نضع حلقتنا النهاردة فأتبع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي ياسمين عشور هو انا ينفع افتح مباشر في تطبيق جاكو بالصوت يعني زي الجسد كده على التيك توك اه ينفع ياريت بها قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعمل لايك الفيديو ده اشتراك في القناة و يلا بينا بسرعة اقول لك زي تفتح على تطبيق جاكو بالصوت بس يلا بينا نروح كده على التطبيق بنفتح التطبيق كده من التطبيق طبعا التطبيق دلوقتي بقى مشهور جدا وبقى كده بينافس التيك توك فبيضيفوا لي ميزات اكتر فان شاء الله هيديفوا الميزات اكتر واكتر فترة اللي جاية و كمان تنزل محتوى على التطبيق كل دلوقتي التطبيق كده لايفاتر فيها لكن مفيش ان محتوى لازم تنزل فيديوهات من هنا بقى الصوت اتقفل معي وكملت من تطبيق المونتاج زي ما انت شايفين هنا جنب عندكم هنا بس عادي بصورة و عندك هنا تحت جنب الفيديو عطول صوت كلمة صوت دي تبدأ تفتح زي الجسد كده على التيك توك زي ما انت شايفين بيبقى زي غرفة كده من علامة الميكروفون تبدأ تقفل الميكروفون علامة الاعدادات تبدأ تتحكم في الاعدادات وتعدد الضيوف والتعليقات والاشراف بقى وكده لما بتضغط على اشراف بقولك اضافة وكده تبدأ تضيف مشرفين من فوق من هنا ببدأ اضيف الموقع واضيف عنوان للايف بتاعي وزي ما انت شايفين مش هتحتاج ولا اي حاجة ولا صورة ولا اي حاجة بتضاف صورة الملف الشخصي بتاعتك عادي زي ما انت شايفين كده وبتضغط على بدء البس وبيتفتح معك هيبقى بالشكل ده كده زي يعني جستي كده بس بيكون بالصوت اي شخص عايز يطلب مثلا بيبدأ يبعث لك دعوة وبتبدأ انت تقبل وبطلع بالصورة بتاعته بس فقط يعني من غير ولا صورة ولا اي حاجة بيطلع بصوته بس كده احنا قفلنا البس وبس كده عندك اي سؤال واستفصار اكتبليه في التعليقات انا بارد عليك كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته